ايش مائلية عطاشر ماش كان ايش مائلية عطاشر العلم كل عطاشر يا معلم جيت نحل في السبيلة في درمثة مش مية عالش تقصينا في المية المية الصالح للشراب يتقص بالليلة كهو ويرجع على السباح مخزون المياه ما عادش فيه مية خوية وخريط الليل اش عملناها فيها ايش مية صالح للشراب يبتلو فينا بالغولة مية صالح تاوي كل مرة هابو تصفر ومرة اخضر مية مالح خامج يعمل حجره في الكليوي وكيف انتو مداش موش توفرونا المية تيما اولا حيولادي ايه تلجينا مع فاتورة كل اشهرة تعاليش اتظلم برسمك تعاليه هاكي يمري يزيدي يموت في المية دويو بابا تخلصوا بالسيف عليك ومليوم اترد بالك معايش لا تضرف كرهبتك ولا يتمدر بالكاوتش وكاة تكتشف الزرع وتنظف قدم دارك مجاش تحامل مسؤوليتك مع الحاكم ما ننبع عليك ايش تاقطع ريه تبذر في المية خمش وكسرا وشرشان الماء وحما مات ومعامل جازوز والشراب وكل الفلاحة اللي يشتاكلوا في الماء اللي الغلّى والخطرن بضي صدراهم لأوروبا مش تقصوا عليهم؟ لا انا حارف عليه قاساس عيد هوري يقص علينا في الماء لا مش الشعب يقول قاساس عيدي قص علينا بالماء بعد القرار اللي عملوا مخزون المياه اللي هي تعبه في اللاwnie كانauرجاع الماء وهوكى كانما علي شاهقة كل واحد عندو اصطلم ربي بالماء يقولين قداش نحن الذكيين وهم ما عارضوا اشي حسبوها معانا مات مش تخلص الفاتور اخر الشهر يا اخي اكيكا عاملينو كوتور نحن ايذ كيش انا نريد كمريت تيذاري الاحكاية بش تقصو الماء كنارحوم الشعبية لحياة الراقية هوما اللي عايشين فيها البلاد ما كل عام وبتبيع مكو مش تقصو الماء عليك الشركة تتعلم في الماء وتستغل في القاعدة المائية هيك قلت احيا الراقية يا باب نقص الماء على الوزراء والمديرية وليش الاعمال بش اردوا واحد فقري ويش هم كيف التويسة تاشا حال اثنين متع با حال اثنين متع با والحمامات ومعامل جزوز وشراب واكل الفلاحك اللي يستهلكوا في الماء على الغلة والخطرة بعضي صدرها لأوروبا مش تقصو عليها بزداباكم ولا ليه بيعول يستهلكم ليه ليه ومحكيناش على شعبكم واحلاقمكم المصدة اللي ديما مكسرة والماء مش حرام في الكياسات وكيف اكلموكم بتشدوا بالليامات مش تجيوا تصلحوا كملتو ليه ما كملناش انبعد المواطن الفقير الزوالي هو يتحمل مسؤوليه ويخلص الهدايات هاذي بلاد هاذي هاذي عيشها هاذا التقطيقو ومزيل الفلاقو في عام الفين واربعة وعشرين ما تماش ماء معناه ما تماش غيفية نبهها ليكم العالم الكل في ازمة مية ومش كان في تورس قصوا الماء في العالم الكل يحبير يحبير نبهها ليكم ها شف لي حل شف لي حل فاذا ماش حل الطرق التقليدية لكل الخزانات و القناوات وبرلاخص الصدود هي اللي مش تتسبب في حرب عالمية بين البلدان تجمد انخلنا في البلدان مش مد بالعطش كيبرغة صحبي كيبرغة اخوة استعف العلمية واعيش حياتك وخلي على ربي اووو عطشان مرهب